بينما تتجول في شوارع بريسبان الهادئة قد تجد نفسك أمام مدخل إلى عالم آخر مقبرة قديمة تقع على هامش المدينة تحكي قصصا منسية في هذا المكان حيث يسود الهدوء المخيف تجد شاهد قبر غريب يحمل عبارة دفن بجوارها زوجها هل تحمل هذه العبارة البسيطة قصة حب خالدة أم أنها تخفي شيئا أكثر غموضا؟ الحديث هنا عن قبر رجل يدعى والتر توماس بوريوت الذي دفن في مقبرة بريسبان هذا القبر تعرض للتخريب مرارا وتكرارا في السنوات الأخيرة ولا أحد يعرف من يقف وراء هذه الاعتداءات والتر كان طبيبا جراحا في القرن التاسع عشر عاش في استراليا وسافر إلى لندن حيث أمضى قرابة عشرة أسابيع لم يعرف الهدف من هذه الرحلة هل كانت لأسباب طبية أم لغرض آخر؟ عندما وصل والتر إلى لندن بدأت سلسلة من الجرائم الغامضة والمروعة التي كانت ضحاياها نساء من فئة الموميسات هذه الجرائم تميزت بتشويه جثث الضحايا بطريقة دقيقة واحترافية وكأن الجاني لديه معرفة عميقة بالتشريح وفي ليلة حارة من أغسطس عام 1888 تم العثور على جثة امرأة في منطقة وايت شابل وكانت الجثة مشواهة بشكل بشع بعد التحقيقات تبين أن الضحية هي ماري آن نيكولز التي كانت تعمل في البغاء والمنطقة التي وجدت فيها الجثة كانت معروفة بتواجد فتيات الليل الفقيرات التي كنا يعانين من قلة الخيارات والظروف المعيشية القاسية لكن مع ظهور هذا القاتل ازداد الخطر عليهم حيث صرنا يواجهنا احتمالية القتل والتمثيل بجثتهن بعد مقتل ماري قتلت أربع نساء أخريات بنفس الطريقة البشعة تم قطع حناجرهن وتشويه بطونهن وإزالة أعضائهن الداخلية بطريقة دقيقة تدل على أن القاتل ربما كان جراحا محترفا هذه الجرائم المتكررة دفعت البعض إلى الاعتقاد بأن هناك قاتلا واحدا وراءه ومع انتشار هذه النظرية في شهر سبتمبر بدأت تظهر الرسائل ترسل إلى وسائل الإعلام وشرطة سكوتلاند يارد من شخص يزعم أنه القاتل إحدى تلك الرسائل الشهيرة كانت بعنوان من الجحيم وأرفق بها نصف كلية بشرية يعتقد أنها تعود لإحدى الضحايا هذه الرسالة زادت الشكوك حول وجود قاتل المتسلسل والذي أطلق عليه لاحقا اسم جاك السفاح ومع ذلك كان هناك من يعتقد أن هذه الرسائل ربما كانت خدعة من بعض الصحفيين لجذب الاهتمام وبيع المزيد من الصحف رغم الجهود التي بذلتها الشرطة للقبض على القاتل إلا أنه استطاع الإفلات من العدالة وظل والتر توماس بوريوت أحد المشتبه بهم الرئيسيين بسبب مهنته كالجراح ووجوده في لندن خلال فترة الجرائم واختفائها بعد مغادرته لا يزال جاك السفاح شخصية غامضة في التاريخ ألهمت العديد من القصص والأفلام أحد الأفلام تناول قصة محاقق يدعى فريدرك إبرلين الذي كان يعاني من إدمان على الحبوب المخدرة تلك الحبوب كانت تمنحه القدرة على الانتقال إلى عوالم خفية خلال حالات الوعي المتغيرة وبفضل هذه القدرة اقترب المحاقق من حل لغز الجرائم إلا أن نقص الأدلة المادية منعه من القبض على القاتل لم يقتصر الفيلم على قصة الجرائم المتسلسلة فقط بل تناول فكرة الانتقال الأثيري وهي فكرة إمكانية الصفر بالوعي إلى عوالم أخرى غير مدركة شاركنا برأيك في التعليقات ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد